السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الفقيس السوسي المغربي رشيد القادير الشيخ الروحاني السوسي المغربي الشاوي في الكنياء الرقم لا تتبدل ولا تتغير بإذن الله عز وجل مرحبا بالجميع اليوم 21 عفوا اليوم 22 23 شهد تنبير 2024 بإذن الله عز وجل مرحبا بالجميع معكم الزهري الخط المنتصر بإذن الله عز وجل الزهري اللا الملكي السليماني الحقيقي هو هذا الخط المنتصر يجب من الول هذا الشهر المبارك لجي دخل إن شاء الله عز وجل في شهر العربي هذا الشهر مبارك بإذن الله يبطل فيه السحر كان مرشوشا بإذن الله كان معلقا كان معقودا في التوب والشعر والأطفال كان مربوطا في الصور كان مدفونا بالصور والعياذ بالله كان في مرشوشا في العتبة التجارة كان مرشوشا في عتبة يعني عتبة البيت لتعطيل الزواج للبنات لتعطيل الزواج للبكر وتيب لتعطي للزواج للمطلقة لتعطي للزواج للرجال والذكور لتعطي للزواج للشباب بإذن الله هناك الحسد في هذه الأوينة كثير الحسد يعني إما أن يحسدك يحسدك الجر ديالك إما يحسدك من الدم ديالك إما يحسدك من العائلة والأسرة إما أن يحسدك الحسد بعيدا عن الدم والأسرة يعني هناك حسد محقول يعني مدموم والعياذ بله ويتم الرش أو يتم الصحر المدفون والعياد بالله والصحر المرشوش في العتبي إن شاء الله في هذا الشرم مبارك من أجمل ما يكون هو التجليد العمل يعني التجليد العمل والإبطال والتجليد في هذا الشر throughout الإبطال والتجليد بالشمع الأبيض بإذن الله عز وجل وحجاب يعني التحصين يعني باش ما ترجع لحالة بإذن الله عز وجل وإما أن يكون هذا يعني الخواتم الروحانية وإما أن يكون باللوحة الروحانية التي تضع مع الزبون هذه اللوحة الروحانية هذه اللوحة الروحانية تضع بإذن الله عز وجل يعني معك بإذن الله عز وجل لوحة روحانية يعني سفلية علوية وإما أن يكون هناك يعني خاتم خاتم روحاني زم الرضاء يعني أحمر وإما أن يكون هكذا وإما يكون أسودا على حسب المسائل الخارجة في هذا الشهر كما قلت هو شهر الإبطال الصحر وشهر إبطال العين وسأتكلم عن هذه الأمور وسنتكلم عنها ويستفيد منها المفيد بإذن الله هذا الشهر شهر الخواتم شهر القبولات بإذن الله شهر العمل شهر الطجارة شهر البيع والشراء شهر إبطال كما قلت التابعة إبطال التابعة من أنواعها تابعة الزوج تابعة الرزق تابعة العمل تابعة الوظائف تابعة من جميع أنواعها التابعة على الأبدان تابعة على الأرزاق تابعة على جميع التوابع وإن شاء الله إبطال الموانع موانع الزواج موانع التجارة موانع البيع والشلام موانع مع الأبناء الموانع مع الزوج يعني إبطال الموانع كلها وكذلك إبطال الثقاف ثقاف الزواج ثقاف التجارة ثقاف البيع والشلا ثقاف الهيبة ثقاف المحبة بينك وبين الناس ثقاف والعياد بالله ثقاف الأبدان وتمريضها ثقاف الأبدان وتمريضها يعني في هذا الشر يطم إبطال هذه الثقاف كذلك التأخير والتأجيل وسواد الوجوه يطم إبطال سواد الوجوه وعدم القبول بينك وبين الناس شحامل واحد كي يعاني عدم القبول بينه وبين الناس شحامل واحد يعاني عدم القبول بينه وبين الناس والعياذ بالله في هذا الشهر المبارك كما قلت يتم التحصين من هذه الأمور بالشمع الأبيض والتقصات وباللباني الذكر وبخورات العود إن شاء الله عز وجل وتقصات والغصل وكتابة الطهطين والفسوق الأصير بإذن الله عز وجل وبهذا بالخواتم أو باللوحة التي توضع معك بإذن الله وتحمل معك بإذن الله عز وجل ومرحبا بالجميع ومعكم الفقه الشاوي رشيد الزهري في كلتا اليدين الخط المتصل السليماني السلطاني الملكي بإذن الله عز وجل وإن أحبكم في الله ومرحبا بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته